وقبل قليل رويترز نقلت عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله بأنه حان الوقت لوقف إطلاق النار الآن ماذا قصد بايدن بهذه العبارة وبهذه الدعوة هل قصد وقف إطلاق النار في غزة في لبنان الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية تسعى لوقف إطلاق النار في مختلف الجباهات من جانب قطاع غزة بالتأكيد بشكل نهائي مع إجراء تبادل للمحتجزين في أيدي حماس وأيضا المحتجزين في المعتقلات الإسرائيلية وأيضا تطالب وقف إطلاق نهر مؤقت لمدة 21 يوما على الجبهة اللبنانية يتم من خلاله إفاد مسؤولين أمريكيين إلى المنطقة من أجل دفع الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في المنطقة بشكل نهائي هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عنها تنظر بصورة إيجابية للهجمات التي قامت بها إسرائيل وأصفرت عن مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ولكن كان هناك تعبير عن بعض الغضب يمكن القول لأن إسرائيل قامت بهذه الهجمة دون إختار الولايات المتحدة أو وضعت الولايات المتحدة تحت الأمر الواقع فقد تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بهذه العملية فيما كانت العملية تجري بالفعل وهذه النقطة كانت نقطة تؤثر على نظرة الأمريكية لما تقوم به إسرائيل لأن هذه العملية جعلت الولايات المتحدة غير مستعدة لردود الفعل سواء من الجانب الدول العربية أو منطقة الشرق الأوسط تحديدا أو على جانب محاولة ردع أي هجمات مضادة ضد إسرائيل فبالتالي إسرائيل وضعت الولايات المتحدة بهذه العملية تحت الأمر الواقع وأيضا أفسدت الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار الذي تسعى عليه الإدارة الأمريكية سواء الأرجو أن تبقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر